موضوع النقاش لنهاري اليوم ويطعلق الأمر بحملات تحسيسية استباقية أطلقتها مصالح والحماية المدنية قبيل بداية فصل الشتاء للوقاية من القاتل الصامت لمناقشة هذا الموضوع يحضر معي هنا في البلاطو الملازم كريم بن فحصي المكلف بالإعلام على مستوى مدرية الحماية المدنية ألم بك سيدي شكرا تحية صباحي أعطر لك ومن كلا لك لكل الزميلات والجميلات في الستوديو صباح الخير كل متابعين عبر قد تشارك نيوز شكرا إذن سيد بن حفصي حملات كما ذكرت حملات تحسيسية وتوعوية استباقية يعني ربما بداية قبل الخوض في تفاصيل هذه الحملات هل ممكن أن نعرج على حصيلة الموسم السابق حصيلة تفاصل الشتاء من ضحايا القاتلة الصامت؟ نعم طبعا ككل سنة وقبل بداية موسم الشتاء من كل سنة المدرية العامة للحماية المدنية تطلق في هذا الشأن حملتين توعويتين تحسيسيتين لفائدة مختلف شريح المجتمع المدني الحملة التحسيسية الأولى تكون بخصوص الإجراءات الوقائية والإحترازية متعلقة بالصيانة ومراقبة أدوة التسخين والتدفيع لأنه الجميع يتفق على أنه بعد نهاية شهر أفريل أو ماي من كل سنة كل الأسر الجزائرية والأسر الكريمة تستغني عن ما يسمى بأدوات التسخين أو التدفئة خاصة تلك المصطلحات المتدولة في حياتنا اليومية يقول لك البوال الفورنو إلى غير ذلك ونشوف الأم الكريمة أنها تستغنى على هذه الآلة باعتبار أنه درس الحرارة تصبح معتدلة لا داعي لاستعمال هذه الأدوات التسخين ثم نمر لمدة أربعة أشهر أو خمس أشهر ونستعملوش هذا الفورنو ولا هذا البوال إلى غاية بداية موسم البرد أو موسم الشتاء نعاود ونستعملوه هذه الأدوات باش نرفعوا درجة الحرارة لبيوت والمنازل ففي هذا الشام أطلقت المدرية العمل للحماية المدنية نهاية شهر أوت حملة توعوية تحسيسية في هذا الموضوع لما يتعلق بالصيانة وكذلك مراقبة المدفاقة مراقبة مسخين الماء مسخين الحمام وكذلك أنا بيبتصريف الدخل لأنه ممكن في فصل الصيف تجي الطيور الجارحة تبني الأعشاش على فوات المدخانات أو مخارج هذا الأنابيب ثم بعد ذلك كان هناك عمل آخر اللي هو الحملة الوطنية التحسيسية التوعوية لخطر الاختناق بأول أوكسيد الكاربون قبل أن أعرج على هذه الحملة الوطنية لبأس أن أذكر المشاهد الكريم بمجموعة الأرقام والإحصائيات التي سجلت على مستوى المدرية العامة للحمية المدنية في شتاء 2022 ونقدر نقول 7 شهور إلى 8 شهور الأولى من سنة 2023 فبلغة الأرقام سنة 2022 المدرية العامة تمكنت من القيام بألفين وإنقاذ ألفين وخمسمية واثنين وثلاثين شخص من موتين محقق تعرضوا للاختناق هذا الناس على مستوى بيوتهم على مستوى المرائب انتوحهم القاراجات إلى غير ذلك ألفين ومية واثناش تعرضوا للغازات المحترقة أو ما يسمى بأحادة أكسيد الكربون لأنه لابد على المشاهد الكريم أن يفرق بين أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون أول أكسيد الكربون هو الغاز الغير محروق تبابا الذي لا لون له ولا رائحة له ولا طعم له ولا صوت له ولا يرى بالعين مجردة وتركيبته الكيميائية تشبه إلى حد بعيد تركيبة الأكسجين فهو خفيف جدا وبالتالي الإنسان يكون في مكان مغلق مثلا في الصالون لا في الهول تعداروا وعنده مادة السيء رهي تنتج من المدفأة أو من مسخين الماء أو مسخين الحمى سبعة دقائق تكفي الإنسان هذا باش يدخل في رواق الاختناق ولذلك لابد على العائلة الكريمة أن تفرق بي أو بين الغازات المميعة الغاز اللي نستعملوه في الطباخة ونستعملوه في الفورنو هذا الشركة الجزائرية المسؤولة على التموين وضع فيه رائحة معينة لما يكون عندنا تسرب في الدار نشم الريحة نعفو بلي كين تسربت على الغاز سواء من طباخة ولا من روبينيشاف ولا أكسيد الكربون هو الهول الذي رنت نفسه من خلال الشهيق والزفير لكن أول أكسيد الكربون ينتجوا عن الاحتراق الغير تام للغازات المحترقة ففي هذا الموضوع المدرية العامة للحماية المدنية سجلت في هذا الشعب 136 حالة في سنة 2022 توافات نعم 136 حالة توافات منها 111 بأول أكسيد الكربون وربما تذكر معي ويذكر معي المشاهد الكريم أنه عائلات بأكملها أغلق دفتارها العائلي من جراء نقدر نقول تصرفات اعتباطية أو عفوية أو تصرفات بعض المرات كلها مسؤولة ونحن نفصلوا فيها إذا كان يكفينا الوقت في مطلع 2023 مدرية العامة للحماية المدنية سجلت في هذا الموضوع تدخلات بخصوص 1219 عملية إسعاف سمحت بإنقاذ 150 شخص من موت محقق مع تسجيل حداش الضحية في هذا الموضوع أو ما يتعلق بالأشهر الأولى ميساة 2023 إذن عملية كثيرة تقوم بها المصالح المدرية العامة للحماية المدنية لمرافقة المواطنين لتفادي الإختناق بأول أكسيد الكربون الذي ينتج مباشرة من الاحتراق غير تاب للمدفاقة أو مسخن الماء أو مسخن الحمام في هذا الشأن المدرية العامة للحماية المدنية أطلقت يوم 29 أكتوبر من السنة الجارية حملة وطنية توعوية تحسيسية لخطر أول أكسيد الكربون التي تدوم إلى غاية 31 مارس من السنة المقبلة ونعرف العديد من الولايات الداخلية التي في موسم البرتن خفض فيها كثير درجة الحرارة ربما لم يكن تساقط لكن برودة قارسة شيء الذي يدفع بالعائلة الكريمة إلى استعمال هذه الأدوات التسخين والتدفيع ونحن أردنا من خلال هذه الحملة التوعوية التحسيسية المتكاملة الأركان والمتكاملة المحاور التوعوية والتحسيسية أن نساهم في غرس الوعي الوقعي إذا تكلمنا على 111 حالة وفاة في 2023 ونتكلم على 103 حالة وفاة في سنة 2023 فالعدد كبير جدا شيتاء 22 وشيتاء 2023 اللي هو من جونفي حتى تقريبا شهر ماي ولا شهر جوان عنا تقريبا 214 إذن عدد كبير جدا لقوا حدفهم من جراء هذا المونوكسيد الكاربور ولذلك نعم سيد بن فحسي لو نتحدث عن تفاصيل ربما أهم الإجراءات حملة تحسيسية ستمس أي الفئات هل هناك زيارات للبيوت هل ستقتصر على المدارس يعني ما هي الفئات المستهدفة وهل من طرق مبتكرة للتوعية والتحسيس نعم شكرا في هذا الموضوع المدرية العامة للحميل المدني قلت وضعت هذه الاستراتيجية المتكاملة الأركان أو المتكاملة المحاور التي من خلالها نلقن المجتمع المدني أو شرح المجتمع المدني مجموعة المعارف والمهارات والسلوكيات التي تحمين من خطر الاقتناق بأول أكسيد الكاربون لأنه هو غاز سام وقاتل هذه العملية طبعا بالتنسيق المدرية العامة للحميل المدنية مع وزارة الشؤون الدنيا والأوقاف مع الوزارة الوطنية للتربية كذلك مع الطاقة مع التجارة مع المصالح الأمنية مع مصالح ما يسمى بشركة الجزائرية للكهرباء والغاز كلها عمل متناغم منسق من أجل الوصول إلى الهدف الواحد اللي هو حماية النفس البشرية من الهلاك طبعا على مستوى ولايات الوطن انطلقت هذه الحبلة يوم 29 أكتوبر وتكون البداية بالمؤسسات التعليمية في مختلف أطوارها من أجل غرس الوعي الوقائي عند المتمدرسين الذين سينقلون الرسالة الوقائية من المدرسة ليكون قدمها ضابط الحماية المدنية وكذلك كمؤسسات التجارة وتعصون القاز وغير ذلك ينقلوها إلى البيوت والمنازل واحد اثنين على مستوى دور العبادة والمساجد ضباطنا سيقومون بتنشيط ندوات تحسيسية قبيل صلاة الجمعة في كل مساجد الوطن حتى نقدم أكبر عدد ممكن من التوجيهات من الإرشادات من النصائح وكذلك من الأرقام والإحصائيات التي في بعض المرات نستعملها كالوترة الحساس حتى نحيي بها الضمائر في بعض المرات حملاتنا التحسيسية تكون حماسية في بعض المرات تكون حملات تحسيسية في دور العبادة والمساجد مؤثرة ونذكر بالأمثلة الحية والنماذج الحية التي وقعت سنة الماضية لأن الكثير من المصلين في دور العبادة والمساجد من النساء والرجال ومن الشباب والأطفال والكهول والمسنين قد يتأثرون بالنماذج الحية التي قد تخدوش مشاعرهم لأنه في حالة أو حالتين ربما وقعت في هذه المنطقة فلما نضع هذه الأمثلة الحية والنماذج الحية نخلي المصلي ونخلي المواطن الذي يرى موجود معنا في المسجد يذكر نفسه ويذكر العيلة تاعه ويذكر الأهالي تاعه والأقارب تاعه بالإضافة إلى مشروع ما يسمى بمشروع دق الباب التي تباشره مصالح شرعة توزيع الكهرباء والغاز بالتنسيق مع التجارة بالحماية المدنية إلى غير ذلك وهو القيام بزيارات ميدانية إلى البيوت والمنازل خاصة المناطق والمدن التي استفادت مؤخرا من غاز المدينة هذه الزيارات معينة للأجهزة المعنية نعم هذه الزيارات فيها جملة من النصائح فمصالح سونايغاز تقدم في مهامها تقدم نصائح وتوجيهات خاصة ما يتعلق بشبكة الربط الداخلية لأنبيب الغاز مصالح التجارة تراقب هذه الآلات هل هي مطابقة لمعايير السلامة والأمن أم لا مصالح الحمال المدنيات تراقب هل وجود في هذا المنزل هل يوجد منافذ التهوية أو غير توجد منافذ التهوية فالعمل المشترك والعمل المنسق بين كل المصالح يخلي المواطن الكريم وأصحاب البيت وأهل البيت ورب البيت أنه يرفع من الهمة والمسؤولية تجاه هذه المادة التي نسميها بالقاتل الصامت التي كانوا يقالوا عنها في زمن سابق في وقت جدودنا والدينا يقولوا له المرعوب هذا هو المرعوب المرعوب على أساس أننا نعتقد أنه دخان ينتج من احتراق الحطب لكن المونوكسيد الكربون هو غاز ينتج عن كل مادة غير محترقة بالإضافة إلى زملائنا التجارة يقوموا بأعوان التجارة ونعطي لهم كل التهاني والتقديرات على العمل الجبار لم يقوموا به في دورياتهم خاصة في المحلات التي تسوقته الآلات من حيث يروحوا يشوفوها هل هي مغشوشة هل هي مطابقة هل يتوفر على شروط السلامة والأمن كذلك أمر مهم في هذه الحملات التحسيسية أن نلقينا المواطن الكريم بضرورة الإبتعاد عن الاستعمال للمواد المستعملة مسبقا أو الأدوات المستعملة مسبقا اللي يقولون نحن البولوكازيون يروح رب العائلة يقتني ربما مدفأة أو مسخن ماء أو مسخن حمام يقتنيهم من الأسواق اليومية والأسواق الأسبوعية بدليل أنه ربما اقتصد مالا اقتصد مبلغ من المال يقدس يروح للشوروم يشريه جديد يروح لهذه الأسواق اليومية يشريه ويطلعوا الضار يستعملوا ولكن هو لا يدري أنه هنا الآلة فيها خلل فنحن نقول للعائلة الكريمة المدفأة التي تمتج أول أكسيد الكربون هي المدفأة التي لون الشعلة انتحها لا يكونوا باللون الأزرق نحن نشعلوا الفرن في الضار نشوفوا هذه الزجاجة اللي جاية في واجهة البول المدفأة إذا كان شعل باللون الأزرق فهذا الدليل على أنه الاحتراق تام والمدفأة سليمة إذا كان الاحتراق باللون الأحمر أو الشعلة باللون الأحمر أو الأول البرتقالي فهذه الآلة فيها خلل وهي تصدر أول أكسيد الكاربون أو تنتج أول أكسيد الكاربون ونحن قاعدين تفرجوا في التلفازة وربما مع أفراد الأسرة ونحن نتشبعوا بأول أكسيد الكاربون حتى يبدأ ينتابنا نوع من الصداع نوع من ألم الرأس أكرمك الله الدوخة ثم بعد ذلك ارتخاء العضلات الرغبة في القيء ثم الرغبة في النوم الرغبة في النوم هي رغبة لا إرادية دليل على تشبع الجسم بأول أكسيد الكاربون وهنا نقول له بالوصول إلى مرحلة الاختناق البانفسيجي وهنا في هذه الحالة إذا كانت العمارة طويلة ووصلت المصالح الحمارة المدنية والاستشفائية ممكن الضحية هذه يطور ربي في عمره إذا كانوا كما قال النهارات وخلاصه إذا أعطينا له أكثر من ربعة بار أكسيجين وهذا ممنوع ما نساح أن نقدرون صوفيو هذا الضحية لأنها تشبعت بهذا الغاز السام والقاتلة نعم سيد بن فحسيطة حدثت عن الأجهزة ربما هل كانت هناك حملة يعني كانت هناك حملة من طرف وزارة التجارة حول يعني مكافحة هذه الأجهزة المخشوشة أو غير الصالحة فيها الأسواق الجزائرية يعني بالنظر إلى كل هذه الحملات هل يمكن القول أن هذه الحملة أتت أكلها وتجاوزنا سبب الأجهزة الغير صالحة يعني بعيدا عن شروط الوقاية والتهوية داخل البيت أنه السبب المباشر للاختناق هو جهاز غير صالح يعني لا يتوفر على شروط السلامة والله أختي الكريمة حتى نوضح أكثر المشاهد الكريم هناك عمل مشترك بين مختلف المصالح إذا تكلمنا عن المدرية العمل الحماية المدنية مصالح التجارة مصالح شؤون دنيا والأوقاف كذلك وزارة التربية نتكلم عن المصالح الأمنية الأمن الوطني والدارك الوطني هم كذلك منغامسين في هذه الحملان يشتغلوا جنبا إلى جنب مع عوان تجارة في مكافحة الغش وقمع الغش وإلى غير ذلك هناك عمل مشترك وزملائنا أعوان تجارة رم يقوموا بهذا الدور لكن في بعض المرات هذه الآن تفسد ممكن أنت في دارك ولا أنا في داري عندي ميدفاقة تتوفر على شروط السلامة والأمن لكن في يوم ما وقع عليها خلل يعني هذا جانب الصيانة والصيانة الدورية ولكن في القبل تحدث هنا عن أجهزة وهي جديدة أجهزة غير صالحة لا تتوفر يعني إن صح التعبير أجهزة مقشوشة نعم إذا تكلمنا عن أجهزة المقشوشة أنا أقول بالله هذه الأجهزة لا تسوق في المحلات المرخص لها بيع هذه الأدوات لأنه هذا صاحب المحل له تصريح بالوجود عنده سجل تجاري عنده بطاقة جبائية يخضع إلى الرقابة من طرف أعوان التجارة وكذلك قمع الغش فلا يمكن له أن يسوق هذه المادة أو هذه الآلة التي هي مقشوشة فهي سيطبق عليه القانون الجزائري سيري المفعول الخاص بالجانب الردعي فهذه الآلات ربما تسوق هنا وهناك عبارة عن تجارة في السوق السوداء وفي بعض المرات المواطن الكريم يريد أن يقتصد مالا يروح يشري البونوكازيا فربما زمنائنا في مصالح تجارة يواجهون صعوبات في هذا الموضوع نعم لكننا لماذا نريد أن نقول للمواطن الكريم أن نصبح أو نمتلك ثقافة وقائية تجعلنا متشبعين بهذه السلوكات لا نذهب لن نشري البونوكازيا لا نذهب لن نشري آلة مخشوشة حتى وشريتها من المارشينوار من السوق السوداء لا نذهب لن نذهب لأنه في الآخر المتضرر الأول والمباشر من هذه العملية تعشرة هو أصحاب البيت تخيلي معي أنت الآن ركي في التلفزيون ركي تخدمي حتى تجي مكلامة هاتفية قل لك العائلة الفلانية اللي هي من آقاربك ولا من آقاربي تعرضوا إلى الاختناق بأول أكسيد الكربون لما نمشي إلى أي مكان نلقى عائلة بأكملها في بعض المرات في حمالتنا التحسيسية كنا نقوله واحد الخطاب أنه هذا الأول أكسيد الكربون لابد أن نعتني بأنفسنا جميعا هذه الفئة ليست الفئة لا تسكن في القرى والمداشر هي المعنية قال ليس تكنوا في الريف وما اللي الخطر عليهم ولا الغير متعلمين فهو يمس جميع شرائح المجتمع المدني المتعلم والغير متعلم اللي يسكن في المحيط الحضاري واللي يسكن في المحيط الريفي اللي يسكن في الدشرة اللي يسكن في الجبل كل الناس معنيين بخطر أول أكسيد الكربون لأنه هذه الآلة ننسخن عليها في يوم ما يحدث لها عطب ونحن في مضاج عنه ممكن تسبب لنا ما يسمى بالاختناق لذلك نحن في حاملاتنا نركز على ما يسمى بالتهوية ترك منافذ التهوية في الليل لا بد على الأسر الكريمة أنها تنتبه إلى ترك نافذة المطبخ أو أكرمك الله الحمام مفتوحة نوعا ما عليه باش ما نعطيه وش فرصة للبونوكسيد يتحجر في هذه الغرفة إذا كان كائن هو نقي يدخل من برة راح يزاحم هذا المونوكسيد الكربون وميخلينيش نستنشقوه مياه بالمياه ممكن يحكمنا دوار ممكن ألام في الرأس صح لكن لا نصل إلى ما يسمى بمرحلة التشبع أو الاختناق البنفسيجي مهم جدا أن نراعي أنابيب تصريف الدخان في بعض المرات تستعمل أنابيب غير صالحة في مواقعها ربما نتكلم على الأنابيب المارينة الأنابيب المارينة عندها فترة حياة تعيشها ثم تصبح فيها ثقب لا ترى بالعين مجردها هذا الأنابيب المارينة لا تستعمل لأندوات تسخين تستعمل في المطبخ تستعمل في لاوت لكي تخرج لنا الفوار على المطبخ أو الوجبات لتطبخها الأم هذا الفوار يخرج ويروح في هذا الأنابيب إلى خرج المنزل في بعض المرات نصادف في تدخلاتنا اليومية نجد عائلة وضع هذا الأنابيب الفليكسيب في ميدفاقة وذلك الشيء اللي رح يدفع بها إلى ما لا يحمد عقبه إذن منافذ تهوية أنابيب صريف الدخان ومراقبة لون الشعلة أمر مهم لحماية أنفسنا وأهلنا من خطرة الاقتناق نعم شكرا جزيلا لك ملازم كريم بن فحصي المكلف بالإعلام على مستوى مدرية الحماية المدرية